فيروس كرونا بعد ولادتها طفل بثلاثة ايام مش بس الدكتورة رغدة دخاخني لكن ايضا نقابة الاطباء نعت الشهيد دكتور احمد الحلوجي استاذ الامراض النساء والتوليد بكلية الطب جمعة طنطة هو الشهيد رقم 202 بين لاعب الكرة انتشرت ايضا الكرونا اصابة كهرباء بكورونا ومسحة جديدة لنجم الاهل السبت بعد ايجابية الاولى الحقيقة كمان في لعب تاني في الاهل اصيب او اعلن النهاردة عن انه اصيب بكورونا برضو انا كنت قريته النهاردة قبل ما اجي يعني واحد تاني انضم الكهرباء مين بس الناس اسمه صالح جمعة اللاعب صالح جمعة اصيب ايضا بكورونا ربنا يشفيهم جميعا يا رب كلهم يا رب يشفي كل الناس اللي عندها كورونا من الكرة القدم الى التايكوندو اصابة سنائي منتخب التايكوندو بفيروس كورونا في الوقت ده الحقيقة ولسبب ما فجأة اهو سابق اهو تفاصيل اصابة صالح جمعة بفيروس كورونا ان شاء الله ربنا يشفي ناس الله وكهرباء وغيرهم من المصابين بكورونا لكن الحقيقة في الوقت ده قررت النوادي الانجليزية انها ترحل من مصر محمد صلاح والنيني وعلى طائرة خاصة رحل عن مصر الى لندن محمد صلاح والنيني وعلى طائرة خاصة اهم وعزل تام وكل حاجة في الدنيا لانه الحقيقة انا معرفش هل هيعالجهم هناك ولا ايه بص عزل تام في الطيارة الخاصة المتجهة الى لندن فين بقى المستشفى بتاعتنا وفين الدنيا الايمان اللي عندنا كذب في كذب في كذب طيب انا وردتني معلومة هقولها زي ما هي وانا واسق في مصدر المعلومة اسمعوها واهالي اسكندرية يعرفوها اكتر مني انا اقول المعلومة بسم الله الرحمن الرحيم والاجر على الله معلومة خطيرة جدا شارية الخطورة في مستشفى التأمين الصحي في اسكندرية وده اكبر مستشفى تأمين صحي مستشفى جمال عبد الناصر المستشفى دي مديرها لواء اسمه الدكتور اشرف امين الراجل ده اللي هو اشرف امين هيطلع معاش في شهر ستة هيعني قصدي ستة يوم اتناشر اتناشر ستة لكن كان يعني اتناشر ستة اللي جاي لكن اتمدله سنتين تانية الدكتور اشرف امين ده معاملته سيئة جدا 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 انا بقول الرسالة زي ما جاتني انا ماليش علاقة يا حضرات والله الرسالة قدامي هي في مستشفى التأمين الصحي في اسكندرية وده اكبر مستشفى للتأمين الصحي مستشفى جمال عبد الناصر المستشفى دي مديرها لواء اسمه الدكتور اشرف امين هيطلع معاش في شهر ستة يوم اتناشر لكن اتمدله سنتين الدكتور ده معاملته سيئة جدا لكن الواقعة اللي احكيها الاسبوع اللي فات حصلت اسبوع اللي فات يومين خميس والجمعة الراجل ده موت 38 حالة كورونا اتل 38 شخص انا بقرأ من الرسالة حقاو في الكلام جايز الرسالة حقاو لقى 38 حالة كورونا موجودين في المستشفى ومحطوطين على اجهز التنفس الراجل ده لقى حتفهم يعني الراجل حبي يتوسع في الاجهزة بتاعت التنفس وبيجيب كمان 38 تانيين يعني هو عنده 38 واحد في الانعاش هو حبي يوسع الانعاش فحبي يدخل 38 مريض تاني الدكاترة قالوله ما فيش اجهز التنفس في المستشفى لا 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 لازم يعمل فقال لا لازم يعمل كده يعمل ايه راح يحط برضو 38 واحد تانيين ما فيش اجهزة يقولوله ما فيش اجهزة يقولهم لا حطوا المرضى الجداد وهو ايه اللي عايز يفتتح بيهم القسم التاني ام فعلا حط 38 واحد جداد اتوفى يوم الخميس آآ 28 واحد ويوم السبت عشرة يعني المجموع 38 شخص اتوفى وهو معا مدير فرع اسمه الدكتور عناني عطية اسماعيل انا بقول لكم بالاسماء الاسماء قدامي هين مدير المستشفى اسمه اللي هو اشرف يا خبرة بيض اشرف امين ده اسم كدب قوي فيك قوي يعني زي مخلص امين كده اللي هو اسمه اشرف امين والرجل اللي معاه مدير الفرع اسمه الدكتور عناني عطية اسماعيل الاثنين مكاتبين عن المدبحة دي ومش قادرين يتكلموا ولا عايزين اي حد من الموظفين يفتح بقه ولا يتكلم عشان موضوع ما يطلعش بر طبعا العمال وهم في المشرحة وفي الغسل وفي الحاجات دي استغربوا من العدد فاتنطور الكلام ووصل لمين بقى للدكتور ضاحي رئيس الهايئة هي التميز صحي وكل اللي عملوا الدكتور ضاحي انه قرر يلغي انتداب مدير المستشفى اللي هو اشرف اللي هو اصلا فترته خلصت وتمدله سنتين وهو ده اللي قرر يعمله لكن الموضوع طبعا لا تحقق فيه ولا اتاخد فيه اي حاجة وال38 شخص دوله اتوفوا بسبب تعنت سيادة اللي هو اللي هو تعنت واخد الاجهزة وحطا عليهم وإحنا عايزين حق الناس دي يرجع بس والسلام عليكم ورحمة الله يا سيد محمد انا قلت الواقعة في مستشفى التأمين الصحي مستشفى جمال عبد الناصر بيدرها لو اسمه اشرف امين هيخرج في شهر ستة يوم اتناشر معاش مددله سنتين في كان عنده 38 حالة يوم قال لا عايزة كمان 38 الدكاترة قالوا له لا ما ينفعش المم يعني حاولوا معا يوقفوا القصة دي اصر نفس كلامه مات 28 واحد يوم الخميس ومات عشرة يوم الجمعة ويوم السبت يعني 28 يوم خميس وعشرة يوم السبت وبقى المجموع كده 38 معا مدير فرع اسمه الدكتور عناني عطية اسماعيل الدكتور ده مكتمين على الخبر العمال بتوع المستشفى في المشرحة لما شافوا العدد بتوع الموته كتير اتكلامت نطور وصل لمدير الفرع الدكتور ضاحي فالدكتور ضاحي كل عمله ورئيس اي التأمين الصحي انه لغى انتداب مدير المستشفى اللي هو اصلا اصلا خلاص خارج على المعاش ولا حقق ولا عمل اي حاجة الناس بتسأل حق الناس دي فين